طيب هنروح للجنباز يبدو أن برنامج الأبطال وشه حلو على كثير من النجوم اللي بيشرفونا والأبطال اللي بيشرفونا نانسي طمان نجمة مصر في الجنباز في حدث كبير وتاريخي تحتل المركز الرابع في بطولة العالم نانسي طمان كان دفتنا يعني من بعد بطولة العالم اللي عملت هنا في مصر وكانت أمل من أمال يعني أمنياتها يعني تحقق مركز متقد طبعا نانسي حققت المركز الرابع بعد حققت 13.733 نقطة وكانت قريبة جدا من تحقيق مدالة العالمية فرق يعني أجزاء بينها وبن التالت الانجاز ده تاريخي لأن نانسي أول مصرية وعربية وفروقية تتأهل نهايات بطولة العالم وهي أكبر بطولة على مستوى اللعبة نانسي كانت حققت قبل كده ذهبية بطولة كأس العالم واللي كانت صدفتها مصر كأس العالم طبعا إذا ما حضراتكم عارفين كانت تنظم في مصر كانت في شهر 6 ألف مليون مبروك ألف مليون مبروك لنانسي والدكتور إهاب أمين رئيس الاتحاد واتحاد الجنباز كله واللي حمل طفرة كبيرة وفيه تخطيط جاي وفيه تخطيط جاي للجنباز احنا سمعين إن شاء الله أن حتى القاعدة بتاعت اللعبة زادت فتحوا وزودوا القاعدة هو دور الاتحادات كده دور الاتحاد يزود القاعدة عشان يبقى عنده نجوم وأبطال كتير